حضر موت اسم يحمل دلالات التأريخ الموغل في القدم والحاضر المتطلع للتقدم والمستقبل المحمل بآمال الرخاء والتنمية رفضت حضر موت الكبيرة الانجرار لمتاهات المشاريع الصغيرة وحين تلقت ضربات الإرهاب وميليشيا الخوف خرجت شامخة عصية على الانكسار ليرفع أبناؤها مطالبهم في إطار يمن اتحادي تحضر حضر موت في صدارة أقاليمه يمن يؤمن أبناء حضر موت أن لا بديل عنه سوى التمزق فحضر موت بحسب المواقف الصادرة عن فعاليتها أكبر من أن تجرها عربة مشروع مناطقي مواقف أكدتها حضر موت عمليا في أكثر من محطة وطنية كان منها اتساعها لاحتضان ممثلي الشعب الذين عقدوا اجتماعهم اليتيم في سيئون الحديث عن حضر موت المكان والمكانة ومواقف الماضي والحاضر يقود للتوقف أمام استقرارها وتسريع عجلة التنمية فيها كأولوية على طاولة الشرعية أولوية تشير المصادر الحكومية أن اجتماع الرئيس هادي بمحافظ حضر موت قبل أيام خطوة ضمن مسارها فالرئيس هادي وجه الأحد الماضي محافظ حضر موت اللوى فرج البحسني باستكمال الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي في المكلة وهي خطوة سيدفع التسريع بها مع تشغيل الموانئ وتوفير الخدمات لانتعاش اقتصادي سيجني ثمرته أبناء حضر موت في المقام الأول التوجيه الرئاسي تلاه وصول وفد حكومي مكون من عدة وزراء ومسؤولين إلى حضر موت ووفق لوزير الإعلام معمر الإرياني فإن وصول الوزراء يأتي في إطار آداء مهامهم العملية للوقوف على متطلبات حضر موت وتلمس احتياجات المواطنين توجيهات وزيارات وتصريحات دفعت مراقبين للتساؤل من جديد عن مدى الجدية في التحرك على مسار معركة لا تقل أهمية عن مسار المعركة العسكرية فبسط الدولة لسياداتها المطلقة على المناطق المحررة وتوفير الخدمات وتفعيل الموانئ والمطارات والمؤسسات كفيل بتسريع تحرير ما تبقى وإفشال المشاريع الضيقة